السلام عليكم رجعنا تاني بعد فترة انقطاع طويلة عادنا فيها حوالي تقريبا شهر شهر ونص ونلقى احسن مكان احنا نرجع فيه نعود النشاط من جديد من سابانجا كان فيه طبيعة جميلة جدا اه احنا انقطعنا شوي عن الانجاجمنت وعن البلوجين بس حضرناش عن الانشطة شهر ونص دول كان فيه منشطة كتيرة وكان فيهم انشغلات كتيرة رحنا اليفنت بتاع بي تي ام لو طبع غرفة تجارة اسطنبول كان فيه ديمو دعي لبعض من الستارتبس رحنا حضرنا اليفنت الكبير بيك بانج اللي كان فيه تقريبا انفستمنت اكتر من 20 مليون ليرة فيه مجموعة من الستارتبس التركية رحنا قابلنا شباب ورواد اعمال وانتركنورز بيعملوا حاجات فيري انترستنج ونكلمنا معاهم وتعرفنا على حاجات جديدة ان شاء الله نكمل النشاط بتاعنا ونشوف ناس اكتر ونتفاعل مع رواد اكتر نبتدي ان احنا نرجع لنشار تاني تاع البلوجينج خلينا نشوف اللي حصل الفتر اللي فاتت ونرجع تاني عشان نشوف هنعمل الفتر اللي جاية طيب هنعمل ايه في 2019 واحدة من الحاجات اللي احنا كنا مشغولين فيها في الفترة اللي فاتت الشهر الشهر ونفس اللي فاتت اللي احنا كنا فيهم السايلانت مود انه كنا من اسس شركة مقاصد انجيل انفسترز نتورر واحدة من الشركات التابعة للمقاصد كورتفوليو وهي قائمة على انها يتوصل انجيل انفسترز المهتمين برأس المالك جاريه لالستارتبس والهاي جروس فروتنشن كامبانيز وازاي ان احنا هنعمل الماتش ميتينج دول ما بينهم وان احنا هنعيش الحزن مع بعض هنشوف الانفستورز يفكره ازاي هنشوف الشركات دي ايه اللي عندها وايه بتقدموا للسوق وايه لدعز ناحية ناحية ثانية ان احنا هنعمل كنتنت بتكلم في المجال ده هيكون مونتظم هيكون كل مصبوع هنتكلم في ازاي الانفستورز ميفكره ازاي ان هما بيعملوا تقوم erhalten من الشركات ومن ناحية ثانية ازاي شركات ترتد نفسها وزاي تنظر نفسها عشان تقدر انهيه اكون مؤهلة انهي تحمز من الـ investment ده والـ venture capital فده يكون الـ content هنشتغل عليه وهنتكلم فيه مع بعض خلال 2019 هشوفكم مرة جاية بس مش مكان لطيف زي كده هيبقى من الـ office ومن الـ Plaza Life فهشوفكم مرة جاية و بتنسوش تعملوا الحركات اللي هي كده 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 اشتركوا في القناة